اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين بعد انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب الذي تم فيه التصويت على الموازنة الاتحادية العامة والتصويت على 19 وزارة بالتقصيد تتفرغ الكتل السياسية الان لبحث الملفات الواجب حلها في الفصل التشريعي القادم تحالف سائرون والفتح واصلان اجتماعاتهم لتدليل العقبات وحل الخلافات بين اكبر كتلتين في مجلس النواب ومناقشة استكمال الكابين الوزارية وملف التواجد الامريكي والقوانين التي تحتاج البلاد الى تشريعها من قبل البرلمان رئيس تحالف الفتح ذكر مرة ثانية في الاجتماع الاخير ان الخلافات بين الفتح وسائرون موجودة لكنهما سيتفقان من اجل خدمة الناس كما اكد ان وجود التحالفين في خندق واحد سيعزز امكانية انجاز القوانين والتشريعات المطلوبة اما رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدر نصار الربيعي فقد وعد خلال الاجتماع بعدم بقاء اي ملف مفتوح خلال المدة المقبلة وازالة جميع العوائق التي تقف امام تحالفين البناء والاصلاح ما يدعونا الى طرح تساؤلات حول جدية الطرفين في انجاز الملفات العائلقة وهل وضعت تحالفان سياسات استراتيجية لحل المشاكل التي تعاني منها الدولة ام انها مجرد اجتماعات صورية بين الكتلتين التي شكلتا الحكومة ماذا عن بقية الكتل المنظوية في تحالف الاصلاح والبناء هل هم جزء من هذه التوافقات ام ان هناك من لا يرضى هذا التقارب بين الفتح وسائرون هذه الاسئلة اطرحها على ضيوفي لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج لم يفسدوا خلافهم قضيتهم فالبد موجود بين سائرون والفتح الكتلتان المتصدرتان لنتائج الانتخابات لو لا تقاربهما ما تشكلت الحكومة بصورتها الحالية رغم خلافهم المستمر على ما تبقى من التشكيلة الحكومية لقاءات من قطعت بينهما لتقارب وجهات النظر اكثر فاكثر من اجل التفاهم والاتفاق على ابرز القضايا في الساحة السياسية للخروج برؤية يسندها تصويت نوابهم ونواب الكتل المنظوية معهما وبعد زيارة سائرون للفتحة ترد الاخير الزيارة للأولى في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري لقاء سبق بداية الفصل التشريعي للبرلمان وربما هو الاهم لمجموعة تشريعات وقرارات واختيار هزراء رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربعي اكد خلال اجتماعه بكتلة الفتح بان الملفات المختلف عليها لم تبقى مفتوحة خلال الفترة المقبلة في اشارة الى تقارب وجهات النظر مع الفتح والوصول الى تفاهمات ايجابية بالمقابل تحدث رئيس كتلة الفتح هادي العامري بان الفتح وسائرون اذا كانوا في خندق واحد فبامكانهم تجاوز الخلافات وانجاز القوانين والتشريعات المهمة ولن يثني الخلاف مع سائرون خدمة الناس وبحسب التصريحات التي جمع السائرون والفتح فان الجانبان تباحثا بمختلف القضايا الخلافية من ضمنها ملف فسقاط المحافظين ووجود القوات الاجنبية خصوصا التواجد الامريكي الحالي بالطريقة التي لم ترضى بها اكثر الاطراف السياسية لقاء نتائجه سلبية كانت ام ايجابية تظهر وتتوضح عند عقد جلسات البرلمان وما ستحميله من اولوية على اختيار الوزراء لإتمام التشكيل الحكومية وحل القضايا العالقة محمد سعد الرشيد رحبوا معي بضيوفي كل من السيد سعران العجيبي النائب عن تحالف سائرون والسيد رزاق محيبس النائب عن تحالف الفتح والسيد سعدون السعدي استاذ العلاقات الدولية اهلا وسهلا بكم ضيوفي وابدأ بك استاذ هذا اليوم تحالف سائرون والفتح يعني اجتماع مهم جدا البعض اعتبروا خطوة ايجابية وهو استكمال للاجتماع الاول في مبنى كتلة الفتح اريد نعرف شنو دار خلف الكواليس شنو الاتفاقيات شنو دار هذا الاجتماع اهلا وسهلا تحية لشهل القناة والجمهوركم الكريم والضيوف الكرام حقيقة هو استكمالا المشروع اللي بدينا به من خلال الاجتماع السابق هذا الاجتماع الثاني وان شاء الله الاجتماعات راح تستمر بين سائرون والفتح بعد ان تم الاتفاق بالاجتماع الاول انه لا بد وان تتواصل للكوتلتين في وضع آلية صحيحة للعمل من اجل وضع النقاط على الحروف في العملية السياسية في البلد وكذلك ملفات كبيرة توجد الان متعلقات كبيرة في البلد تحتاج الى جهد وتحتاج الى عمل وطالما وجدنا الارادة والنية الصادقة لدى الطرفين ان شاء الله هالأمور كلها نستطيع انه يعني ننجز وان كان تدريجيا كثير من الملفات اللي موجودة حاليا على الساحة تحتاج الى عمل وتحتاج الى جهد اكو حقيقة ثابتة يجب ان يعرفها الجميع هو انه لا عمل ولا حكومة ولا استقرار في البلد اذا ما نضع يد بيد كجميع الكتل وخاصة سائرون والفتح يعني شنه هي رسالة اللي راد هذا الاجتماع او هذا المؤتمر اللي انعقد بين سائرون والفتح ان يوصلها للجمهور نريد نقول ان السائرون والفتح ان شاء الله فريق واحد ونعمل ان شاء الله كيد واحدة من اجل البلد ومن اجل الشعب ومن اجل ما موجود في وضعنا العالم نحتاج حقيقة الى توحد الرؤى والعمل والجهد وهذا ما اتفقنا عليه من خلال الاسبوع المضى وهالاسبوع هذا انه راح نضع لجان تنسيقية مشتركة بين القتلتين وليس معناها انه احنا راح نعمل بمفردنا لا اكيد هي بالنهاية هو الاصلاح والبناء نعم خلينا انتقلك نقطة مهمة جدا انتقل بها للسيد لمحيبس سيد لمحيبس يعني في ظل هذا التقارب بين فتح وايضا كتلة السائرون هاليوم المواطن يريد يعرف شنو نتائج هذه الاجتماعات قبل فترة الاجتماع الاول كان في مبنى كتلة فتح وهذا اليوم الاجتماع في مبنى كتلة السائرون هذا ينطينا انطباع انه كتلة السائرون والفتح خلف الكواليس متحالفة يعني وايضا هي من اتت بالوزراء هي من تدعم السيد عادل عبد المهدين وايضا لها جندات ربما بعيدا عن الحكمة في الاصلاح دولة القانون في البناء بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولي ضيوفك الكرام مشاهدي قناة الرشيد الفضائية بس حبيت اصحح لك احنا متحالفين بالسر مو بالخفاء كسائرون وفتع بالعلن ايه بالعلن ايه يعني اقصد بالعلن بسراني ايه قلت احنا يعني انت تقولين بالخفاء لا مو بالخفاء انا كنت اقصد حتى كنت اقصد انه متحالفين بسه اجتماعاتنا مغطاة اعلامية لا لا بس انا كنت اقصد حتى اوضح للمواطن انه اقصد اكو هناك كتلة كبيرة هي كتلة الاصلاح كتلة الاصلاح رئيس كتلة الاصلاح هو سيد عمار الحكيم وايضا هناك كتلة كبيرة اين هم من هذه الاجتماعات كتلة كبيرة دولة القارئ هذا سؤال ثاني هذا هو هو نفس السؤال الخدم تجد نعم نجزعه اولا فيما يتعلق بتحالف سائرون والفتح هو بالضبط عبارة عن دعامات اساسية ورئيسية تمسك الجسر الرابط بين اتلافي الفتح بين اتلافي البناء والاصلاح هذا اول شيء لانه انت اذا تريدين تبنين جسر قوي ومتين ينبغي ان يستند هذا على دعامات قوية ثم بعد ذلك تخلين الفضاءات مالته الدعامات القوية لتحالفات البناء والاصلاح هي سائرون والفتح هذا اولا ثانيا ما يميز هذا التحالف او هذه الاجتماعات بين سائرون والفتح هو انها تأتي كاعتلاف استراتيجي سياسي وليس تحالف حكومي والفرق بينهما التحالف الحكومي عمره يوم ونص كان يجتمع تحت شعار توزيع كعكة الحكومة يتفقون بالليل ثاني يوم صوتوا على الحكومة العصر واحد ما يعرف الثاني بل واحد يقوم يشتم بالثاني تحالفنا هذا بين فتحه وسائرون هو ليس تحالف حكومي انما سياسي استراتيجي انجمع تحت شعار خدمة الشعب العراقي توحد شوف الفرق بين التسميات فبصراحة الهدف الاساسي هو خدمة الشعب العراقي وتقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب حتى حلفائنا سواء كان في الاصلاح او في البناء بدينا نسمحهم احنا كسائرون وفتح بدينا نسمحهم انه ترى الحكومة بشكلها فتح وسائرون اي بمعنى اي بمعنى انه الانجاز مال هاي الحكومة يحسب لفتح وسائرون والفشل يحسب على فتح وسائرون الخضية الثالثة حتى باختصار قلتي البناء وين والاصلاح وين من اجتماع تحالف وسائرون انا تحدثت عن كتل مثل كتلة دولة القانون كتل تيار الحكمة ايضا كتل اخرى نعم اي شيء اي شيء يتمخب عن اجتماعات فتح وسائرون سنعود به الى شركائنا وحلفائنا في البناء والاصلاح اي بمعنى اننا لا نتجاوز مكونات البناء والاخوة لا يتجاوزون مكونات الاصلاح وكذلك تحالفنا غير موجه الى اي جهة خلينا انتقل اليك سيد سعدون الساعدي يعني سؤال ربما يسأله مواطن بسيط جدا الصراعات اللي كانت بين كتلة البناء وايضا كتلة الاصلاح حول منصب رئيس الوزراء وايضا حول تقسيم الوزارات وبدينا في صراعات وتأجيل دورات مجلس النواب اذا كان اكو اتفاق بين الفتح وايضا سائرون ليش تعطلت تشكيل الحكومة يعني ليش ذهبنا الى كتلة كبيرة البناء وكتلة كبيرة الاصلاح يعني هذا اليوم انشاهد بالعلن الفتح وسائرون يجتمعون يقررون وهم يتحدثون بكل صراحة نحن من اتينا بالسيد عادل عبد المهدي ونحن من شكلنا الحكومة ونحن ليش موجود البناء والاصلاح يعني ليش بسم الله الرحمن الرحيم احييكي واحيي ضيفيكي الكريمين واحييي سادة المشاهدين وصحح انا الدكتور سعدون الساعدي فيعني سؤال مهم وحيوي وانا في حقيقة الامر برغم من يعني درايتي في الموضوع ولا اشكك مطلقا بنواي السيد هاري العامري ابدا فهو رجل يعني يعني ضحب الكثير من اجل انجاح الحكومة الحالية ونفس الامر ذات الامر على السيد الصدر ولكن السياسة مواقف وحقيقة انا مستغرب يعني هذا الاجتماع المفاجئ حقيقة لربما ليس مفاجئا لسائرون والفتح ولكن بحقيقة مفاجئ للرأي العام وللمراقبين لماذا يعني هذا الاجتماع المنفرد المنعزل وكأنه يعني يوحي لولادة كتلة جديدة تختلف عن كتلتي الاصلاح وعلى البناء فاذا كان الاجتماع يعني يتعلق بالبناء والاصلاح فيفترض ان يكون رئيس الاصلاح اللي هو هذا يعني سيد عمار كان موجود ويفترض رجل مثل السيد يعني النور المالكي كان يفترض موجود فهذا واحد من اثنين يا اما يعني حسن النية موجودة وارادة الفتح والسائرون يعني مثل ما قال السيد عدرزاق بان سيد ناب عدرزاق بان تضع دعامات اساسية للمرحلة القادمة ولكن بذات الوقت أنا أتحدث عن مرحلة ولكن بذات الوقت أنا كمتابع لربما ينبئ بولادة كتلة جديدة ثانية أخرى وستختلط الأوراق ويحترق المشهد ونرجع إلى المربع الأول لكن نرجع إلى المربع الأول سيد سعدون يعني اتحدثنا عن نقطة مهمة يعني ربما سؤالي ما وصل السيد رزاق لمحيبس مثل ما أريد أوصله أنا كنت أقصد أنه إذا كان هناك اتفاقيات خلف الكواليس بين الفتح وسائرون ليش ما دخلت الفتح وسائرون كتلة وحدة تحت قبة البرلمان وشكلت الحكومة وأتت بالوزراء هذا اليوم إن شاهد بالعلن اجتماعات والكتلة سائرون والفتح تتحدث عن اتفاقيات وأيضا تتحدث عن تشكيل الحكومة وتتحدث عن ربما دعم حكومة السيد عادل عبد المهدي لأن هذا الدعم يكون دعم ليفتح وسائرون يعني أنا أتحدث بهذه النقطة ليش صارت البناء وليش صارت الأصلاح يعني ليش انقسمت الكتلتين ورجعوا ثاني بعدين التقوا وصار هناك كتلة والكل يعرف أن هم من شكل الحكومة هم من دعموا حكومة السيد عادل عبد المهدي والوزراء لا هو في حقيقة الأمر يعني إذا كانت الكتلتين يعني وإحنا حتى شاهدنا يعني حتى ما عرضنا الكتلة الأكبر يعني حقيقة اللي شكلت الحكومة إلى اليوم لا ما نعرفه يعني قانونا قانونا يعني يعني كان أكو اتفاق بين سائرون والفتح حتى يعني نضيع ملامح الكتلة الأكبر وليس أنطين مجال لا 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 خلف الكواليس أساسا ما هذا كلمة الكتلة الأكبر وهم وهم سياسي أصلا هي حينما انتخبها سيد عادل عبد المهدي كرئيس حكومة لا توجد كتلة أكبر بمعنى أدق هناك كتلة معينة حققت أغلبية داخل البرلمان وانتخبت هناك صفقة ما حدثت نعم صفقة والدليل على ذلك والدليل على ذلك تابعات وارتداد هذا الاتفاق السريع على سيد عادل عبد المهدي ستدفع ثمنه الكتل فيما بعد اليوم تشضي يعني اجتماع الفتح وسائرون يعتبر تشضي يعني السيد مثل سيد عمار الحكيم يعتبر نفسه هو زعيم الإصلاح حتى ولو كان شرفيا لماذا لم يدعى إلى هذا الاجتماع إذا كانت يعني الاجتماع هو يعني يخص الإصلاح والبناء لماذا لا يدعى الفرقاء السن الموجودين في التحالفين وبالتالي أنا أقول سوف يسبب شرخا كبيرا فيما بعد لو كانت هذه الاتفاقات ما بين الفتح وسائرون بمعزل عن شركاءهم السياسيين أنا أقول اختلطت الأوراق من جديد وعلى السيد هاري العامر وأنا أعول عليه كثيرا الرجل يعني 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 رشيد ورجل يعني يريد إنجاح حكومة عاضي العبد المهدي عليه أن يعيد حساباته مجددا في مسألة استدعاء والفرقاء السياسيين والحلفاء من تفتح وسائرون والاعتذار منهم والاعتذار منهم بأنهم قد اجتمعوا يعني ليس لعقد تحالف آخر جديد وإنما عقدنا تحالف من أجل لملمة أوراقنا ثم نجتمع لنعقد اجتماع أكبر وأوسع خلينا ننتقل لسيادة النائب سيادة النائب يعني اليوم أكيد يعني هناك خلافات ربما داخلية في كتلة الأصلاح مثل ما يوجد خلافات داخلية في كتلة البناء شنو رأي السيد عمار الحكيم رئيس كتلة الأصلاح من هذه الاجتماعات يعني الاجتماع الأول تغيب السيد عمار الحكيم عن هذا الاجتماع وأيضا الاجتماع الثاني أنتم تتكلمون باسم سائر باسم الأصلاح بعيدا عن كتلة الأصلاح يعني اليوم أنا أشعر يعني كمواطن عراقي هناك انسلاح من كتلة الأصلاح والإعمار سائرون وأيضا البناء هناك انسلاح للفتح من كتلة البناء اليوم شنو ممكن يعني أقنع السيد عمار الحكيم أو بهذا المشهد السياسي أنا أشوفه اليوم مهمش ما لده لا أكيد حقيقة لا يعني على أرض الواقع مهمش السيد عمار الحكيم الحقيقة الحقيقة هو محور السياسة العراقية لأنه محور الكتل هم الاتلافي سائرون والفتح بعيدا عن السيد عمار الحكيم رئيس الأصلاح هم المحور في البداية يعني ولا زالوا هم محور العملية السياسية كلها لكنه ليس معنا هذا أنه إحنا سواء أخواننا في البناء أو الأصلاح سننسلخ عن إتلافاتنا لا هذا الكلام ما أعتقد إلى صحة نعم وإحنا أكيد ما أخذين يعني لدينا توافقات مع كثير من الأخوان في الكتلة والأغلبية طبعا لدينا الكتلة جناني من أتحدث عنها إحنا عدنا توافق وعدنا برنامج وعدنا اتفاق مبدئي على أن العمل طالما هو كان العمل من أجل مصلحة البلد يعني أنا أعتقد أنه عدم درايا أو غير درايا فهذا البوضوع هو إحنا في النهاية رح لا ننسلخ عن إتلافاتنا مثل ما ذكر زميلي السيد النائب لكن على أيضا الواقع هناك انسلاق على أيضا الواقع اليوم المشهد السياسي العراقي يعني هو ليس إتلاف جديد هذا هو موجود وإحنا بصراحة يعني في بداية تشكيل الحكومة أصلا تشكيل الحكومة هو ما كان أكو كتلة أكبر وكتلة أكبر وهي الحكومة كلها إجت بتوافق البناء والإصلاح ولا زال الموضوع هو نفس البناء والإصلاح لكن إحنا كمحور البناء ومحور الإصلاح هم هذه الكتلتين الأكبر الموجودة زملائنا وشركائنا موجودين معنا ويشاركونا في القرار وإحنا ما راح نأكيد نتخلى عن كل تحالفاتنا وكل الكتل اللي موجودة أنا أريد أعرف أن رأي رئيس كتلة الأصلاح في هذه الإسماعات يعني اليوم أنا أشعر كمواطن أنا أتحدث كمواطن يعني بعيدا عن تحالف سائر وبعيدا عن الفتح اليوم أكو كتلتين البناء والإصلاح رئيس كتلة الأصلاح هو السيد عمار الحكيم وفي اجتماعات دورية لكتلة الأصلاح والأعمار كان يترأسها السيد عمار الحكيم اليوم من أشوف كتلة كبيرة نواب بها عددهم كبير انسلخت عن الإصلاح وتذهب بمفردها تجتمع ويا كتلة فتح أنا أنظر مثل ما تحدث الدكتور الساعدي هناك تشضي في الموقف السياسي لا لا بالعكس هذا ليس تشضي وإحنا سبق وأنا أكدنا في لقاءات سابقة أنه هو الاجتماع التفاهم ولقاءات ودية مع الأخواننا في الفتح عما يبقى السيد عمار الحكيم هو رئيس اتلاف الإصلاح والهديه الدراء والعندة العلم وهو ليس فقط سيد عمار وأنما الجميع طالما هو العمل من أجل مصلحة الشعب ومصلحة البلد أكيد لكل الكتل هي تعيد هذا المشروع ونحن بصراحة نتمنى أنه كل الكتل هي تكون تعمل بروح الفريق الواحد ويد واحدة وبغض النظر عن تسميات الكتل الأخرى فنعمل الجميع من أجل هذه البلد وما يوجد أي فرق بينه خلينا أنتقى للسيد محمد ربما راح يحتيها مو دبلوماسيا ربما راح يحتيها بالمباشر يعني هاليوم أكيد يعني عدتكم كتل منظوية في كتلة البناء مثل كتلة المحور أيضا سيد أبو إسراء دولة الخانون عدتكم كتل أيضا يعني منظوية يعني اليوم نشوف اجتماعات فردية البعض يعتقدها يزن سلاخ من كتلة البناء لتشكيل كتلة ربما سائرون والفتح وتحدثت بسؤالي الأول أن هناك كان اتفاقيات سرية كنت أقصد بها أنه قبل تشكيل الحكومة قبل كتلة الإصلاح والإعمار وقبل كتلة البناء كانت هناك اتفاقيات بين السيد الصدر والسيد هاد العامري لبعد تشكيل الحكومة لانضمام بكتلة واحدة الفتح وسائرون شكرا إليك هس أنت بهذا السؤال هم برجعتي جاوبتي طم أنت الشركاء شكرا إليك إذن هو تحالف تحالف ليس جديد هو تحالف يعني كان سوي واليوم أعلن لا لا كان سوي كان اليوم أعلن سألتني هو تحالف وإن بثق من خلال الاجتماع الأول للحاجهاد العامري مع سماحة سيد مقتدى الصدر وهذا التوافق أدى إلى اختيار رئيس الحكومة دكتور عادل عبد المهدي ورغم أنه هذا الاقتلاف بين فتح وسائرون حصل على أثر تم تشكيل تحالف البناء والأصلاح أي بمعنى هو كان كما ذكر الدعامة أساسية للتواصل بين التحالفات الكبيرة مثل البناء والأصلاح هذه القضية الأولى القضية الثانية تحالف الفتح وسائرون على الرغم من أنه شكل الحكومة لكن لم يشتركوا بها هذا أولا لأنهم غلبوا المصلحة الوطنية العليا على مصالحهم الحزبية والقضية الثانية حفظوا مصالح شركائهم سواء كان في البناء أو الإصلاح هذه النقطة الأولى التي تبعث على الطمأنينة القضية الثالثة نعم ما تفضل به الدكتور قضية القلق هذا قلق مشروع ولذلك أنا من خلال قناتكم أطمئن الشركاء سواء كان في البناء أو في الإصلاح إننا لن نمضي بدونهم إطلاقا إنما نعم إنما ما يتم التفاهم عليه من خلال اللجنة المشتركة التي شكلت من فتح وسائرون في مناقشة وبلورة كيفية حل المشاكل العالقة بالنتيجة سنعود بها إلى شركائنا في تحالف البناء والأخوة في شركائهم في تحالف الإصلاح ثم بعد ذلك ننطلق سوية كما حصل بالضبط في قضية الاتفاق على عادل عبد المهدي بين فتح وسائرون ثم انطلقنا إلى الفضاء الوطني الأكبر في تحالف البناء والأصلاح إذن نحن لم نتجاهل الشركاء لازمنا متمسكين بشركائنا ولن نمضي بدونهم وهذه الاجتماعات هي فيها رسالة طمأنينة للشعب إذا تسمحي لي لأن الشعب متعود وحتى أنتم الإعلاميين إذا شفتوا كتلتين سياسية اجتمعت بالتلفزيون بش راح يتبادر بذهنك أوتوماتيكيا راح تقولين عدهم كعكة يردوني ووزعوها احنا هسا ريد نلغي هاي الصورة ريد نلغي هاي الصورة ريد نبين للشارع على أنه هذا الاجتماع يستهدف كيفية تقديم الخدمة للمواطن أولا وللشركاء نقول لهم أنكم حاضرين وإن لم تكونوا موجودين وسنعود لكم بكل صغيرة هذا كلام دبلوماسي هذا كلام دبلوماسي لا لا دبلوماسي يعني أنا سماعت من خلف الكواليس خلي أتحدث لك بكل صرح خلي سماعته وين وأنا اللي حاضرين بالاجتماع أنا أتحدث لك خلف الكواليس لكتل الأخرى أدهم انزعاج بعدم يعني أخذ رأيهم بعدم التواصل معهم بعدم الاجتماعات المكثفة يعني ليش هذا اليوم أن يكون اجتماعي فقط سائرون والفتح ليش ما يكون اجتماعي يعني بصراحة وخلينا نتحدث بكل صراحة ليش ما يكون اجتماعي لاصلاح برئاسة السيد عمار الحكيم ويكون اجتماعي البناء برئاسة من رئيس البناء سيئتي لاحقة لا لا من رئيس البناء أنت بكيف تختاري رئيس نور المالكي شنو اللي يعجبك ليش ما يكون السيد نور المالكي والكل تقعد على طاولة وحدة وتشتره ما عندنا مشكلة سواء كان استرهاد الحامل أو الأخب السراء لكن هذا اللي تريدينه راح يجي لاحقا راح نجتمع أيضا كبناء وأصلاح وندخل إلى قاعة البرلمان متفقين وندخل إلى الحكومة متفقين في إصدار قرارات تخدم الشعب هذا اللي تريدينه راح يجي لاحقا لكن نحن ابتداءا بالضبط كنواة مثل النواة اللي شكلت تحالفة البناء والأصلاح أيضا هذه نواة ننطلق منها إلى الفضاء الأوسع اللي هو البناء والأصلاح دكتور سعدي نتمنى أن نتنظي السفينة بأريحية ويبدأ الفصل التشريعي وأيضا يكون هناك اتفاق كبير بين الكتل السياسية وأيضا نقدر نخلي وزير دفاع ووزير داخلية وأيضا وزير التربية وأيضا ما تكون أي مشكلة عالقة لكن البعض أنا سمعت من خلف الكواليس بعض الكتل السياسية لديهم ربما امتعاض من تهميشهم من خلال هذه اللقاءات لفتح وسائرون أريد كلامك كرجل مختص بالشأن السياسي والعلاقات الدولية لا هو في حقيقة الأمر أنا بمهمته هنا تشخيص نعم يعني تشخيص وأسباب الحقيقية للموضوع طبعا السفينة دخلت الآن وستدخل خلال الأيام القليلة القادمة بحر متلاطم الأمواج نعم هذا رقم واحد اثنيا نعم ليس خلف الكواليس وإنما هناك تذمر حقيقي من السيد عمار الحكيم وحتى السيد نور المالك رقم ثلاثة يعني مسألة تنازلوا عن حقوقهم للصالح العام عليها أكثر من علامة استفهام لأن السيد عادل عبد المهدي إلى الآن يعاني من إكمال كابينة الوزارية والسبب الكتل السياسية الكبيرة سائرون والفتح وحتى نوعية الوزراء التي تم انتخابهم لم يكن لعادل عبد المهدي قوة التأثير فيهم والدليل على ذلك يعني الكثير منهم الآن يعاني لربما سيطاح بعدد منهم في الأيام الأشهر السابيع القادمة ومسألة فالح الفياد تحولت إلى أزمة كبيرة والآن في خلف الكواليس تعد وزارة جديدة اسمها وزارة الأمن الوطني وطبعا إحنا نعاني من كثرة المرجعيات الأمنية في العراق ستضاف وزارة كبيرة ولا نعرف هذه الوزارة سوف ترتبط مع من التي تشرف على المخابرات على الأمن الداخلي لا نعرف مهام الوزارة جديد ولا لها أيضا مشكلة كبيرة أنا أقول كل المؤشرات إن بقي الوضع كما هو عليه الفتح وسائرون لا يتجاوز عددهم المئة وهناك ميتين وتسعة وعشرين نائب السؤال للسيدين النائبين الكريمين ماذا لو تشكلت معالم كتلة جديدة وهناك عدنا ميتين وتسعة وعشرين نائب يعني هناك أريحية كبيرة في تشهيل تحالفات جديدة وأنت تعرف حضرتك دائما ما كان ثبات في المشهد السياسي العراقي ما عدنا ثبات في التكتلات ما عدنا ثبات في المواقف وأيضا قراراتنا تأخذ على عجالة ما الذي يمنع صاحب الدولة العميقة السيد المالكي وهو له باع كبير في السياسة وسيد عمار الحكيم الذي يطمح أن تكون يعني تيار الحكمة له الكلمة الفصل في العملية السياسية وما الذي يمنع فرقاء طامحون يعني عرب سنة واجتمعوا فيما بينهم وولدت لدينا كتلة جديدة ما الذي يمنع؟ لا أحد يمنع وأنا أقول أنا أعول على سيد وأعيد وأكذر أعول على سيد هاري العامري لأنه رشيد وأيضا يغلب حقيقة يغلب مصلحة الوطن على مصالح الشخصية وحقيقة الفتح يعني أكثر يعني يمكن أكثر كتلة الآن سياسية ضحت بالكثير الكثير من أجل إنجاح المشروع السياسي ولكن أنا يعني أعتب على أبو حسن يعني لماذا لم ينتبه إلى هذه النقطة ولماذا لم يستدعي يعني ما الذي كان يحدث لو اجتمعت الكتلتين الإصلاح والبناء معا في مجتمع هذا هو السؤال نعم هذا السؤال أنا وجهه لهم يعني شون السبب؟ سؤال مهم جدا يعني شون السبب لو اجتمعت الكتلتين يعني ليش أنا هاليوم أجتمع ويكتلة الفتح وآخذ القرارات وأمليها على كتل من ضوية تحت الإصلاح والإعمار وأيضا تحت البناء يعني ليش؟ يعني ليش ما أقعد على طاولة وحدة وأجتمع وأخلي كتلة المحور وأخلي كتلة الوطنية وأيضا كتل أخرى من ضوية التيار الحكمة من ضوية تحت الإصلاح والبناء وأبدأ مشروع السياسي الوطني لإنقاذ أو انتشار هذا المواطن الفقير البسيط أنا أحترم رأيي الدكتور لكن الحقيقة هو الإتلافين موجودة هاي ضمن إتلاف البناء والإتلاف الإصلاح إحنا ما أجبنا بإتلاف جديد أقول إتلاف موجود قديم يعني هس يقول بدأت الإتلافات وإحنا إتلاف الفتح وسائرون وراح ممكن تجي هذا الكلام أنا بضد من الدكتور وأعتقد أنه إحنا الإتلافات موجودة إصلاح وبناء ومنذ البداية انتهجنا اللي الطريق الصحيح هو صدقيني هو كل الكتل صح هناك اختلاف في وجهة النظر لكنه بالنهاية هي كل الكتل تعمل من أجل مصلحة البلد لكنه تبقى كل واحد يعبر عن وجهة نظره بطريقة قد لا تخدم البلد ولهذا صارت بعض الخلافات بين الإصلاح وبين البناء خلينا نتحدث نقطة مهمة جدا يعني من خلف الكواليس هذه معلومة وصدية إلي من كتلة الإصلاح والإعمار وأقدر أتحدث لك بعد الحلقة الشخص تتحدث به كسياسي كبير في كتلة الإصلاح والإعمار كان هناك هامشية يعني من كتلة السائرون الكتلة المنظرية تحت الإصلاح والإعمار أريد تجاوب على هذا الموضوع لا لا بالعكس هذا الكلام إحنا مثل ما ذكرنا في بداية الكلام أنه هو نواة لتشكيل يعني ليس لتشكيل كتلة منفردة لا وإنما إحنا لوضع منهاج عمل صحيح رح نصير عليه بعد أنه وهاي حقيقة الشعب يعرفوا الإعلام تعرفون أنتوا حضراتكم أنه الناس يتعول على سائرون وتعول على الفتح بأنهم هم الكتلة الأكبر الموجودة حاليا لماذا ما دخلتوا تحت قبة البرلمانكا كتلة أكبر وشكلتوا حكومة لماذا انقسمت الفتح والسائرون هذا كان هناك اختلافات في وجهات النظر في حينها والآن ممكن التصحيح في كثير من الأمور وحقيقة يعني الحاج هذا العامري أبدأ من التنازلات الكثيرة والكبيرة وكذلك سائرون ولو أنتم يمكن أكثركم تعرفون حضراتكم أنه كثير من يسألني يقول لي كم وزارة لسائرون ثقي واعتقدي والله العظيم ما أعرف أي وزير لسائرون وكذلك الفتح إحنا مو غايتنا أنه نريد نتقاسم مناصب أو جايين لمصلحة شخصية مثلا ما ذكر الدكتور الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم أنه إحنا جايين حتى نخدم الشعب هذه تساؤلات يعني تساؤلات أنا ما ذكرت أنا ما شككت بكم ولا قلت يعني أخذت وزارات لا لا يعني تقول لي سيد الصدر السيد الصدر سنازل عن حفظ أنا أتحدثت سؤالي كان حتى يكون سؤالي مفهوم نيش من بداية العملية وبعد نتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ليش ما دخلت كتلة السائرون والفتح كتلة واحدة تحت قبة البرلمان وأيضا شكلت الحكومة اليوم نحن في دوامة يعني السيد وخليتنا نكمل كلامنا السيد عادل عبد المهدي ما محسوب على أي جهة وهذه إشكالية كبيرة يمكن ضعف عمل ودور السيد عادل عبد المهدي الوقت راح نتجاوز وبس أريد أعرف سيد لمحيبس اتفقته على وزارة الدفاع والداخلية وأيضا التربية وبعض العدل قبل لا أجاوبش على هذا السؤال خلأ أجاوبش على قبله ليش ما دخلنا سوية منذ بداية العملية السياسية سائرون والفتح الجواب هو أننا أردنا أن نتجاوز التخندق الطائفي وأردنا أن لا نعود إلى تجربة التحالفات الطائفية كالتحالف الوطني والتحالف السني والتحالف الكوردي أجابك بلساب مواطن عراقي ولذلك لا أنت هس هنا أعلامية مو مواطن عراقي نطرح أسماء لكن اتفقنا على قضية كلية اسمها ضرورة استكمال تشكيل الحكومة هذا الشيء إيجابي هذا اللي يكمل حدث به نعم نطرحنا أربع ملفات من ضمن هذا الملف هو استكمال تشكيل الحكومة والملف الثاني ملف الثاني هو عدم السماح لتواجد أي قوات أجنبية برية سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية الملف الثالث هو مشكلة مجالس المحافظات والملف الرابع هو ضرورة انهاء العمل بالوكالة للدرجات الخاصة يعني أنا أفهم من كلام السيد المحيب هناك ستراتيجية سياسية لفتحه سائرون مستقبلية هذا شيء إيجابي وأبدأ من الملف الثاني ملف العلاقات الدولية أو عدم السماح بوجود أي قوات أجنبية مثل الأمريكية سيد الساعدي على الأراضي العراقية ممكن الفتح وسائرون يقدرون يضغطون على مجلس النواب ليخراج القوات الأمريكية لا أنا في حقيقة الأمر أتمنى شيء والواقع شيء آخر يعني الواقع يقول بأن العراق يمر بفترة نقاها وليس قادرا على الوقوف على قدميه بدون الابتكاء على تحالف دولي أو قوة عقمة هذا النقطة لا استطر لكن يعني من حق سائرون والفتح يعني أن تهيي أرضية جديدة لهذا التواجد يعني كنا في أزمة كبيرة وكان العراق محتل من قبل داعش وكنا نحتاج إلى هذا المد وإلى عدد أكبر من القوات العسكرية الأمريكية السؤال الأعمق والأكبر هل تستطيع الكتلتين أو لربما حكومة بغداد إخراج القوات الأمريكية في ظل ترامب وفي ظل الأجرم تستطيل أو لا؟ لا لا في ظل ترامب الرئيس الحالي اللي عنده أجندة تختلف حتى على بوش الإبن يعني هاي نقطة النقطة الثانية ما هي طبيعة الاتفاقات التي وقعها السيد العبادي في فترة داعش لربما هناك اتفاقيات هاي سكر الشريدة السرية بين الحكومتين ولماذا لم تفصح حكومة بغداد صراحة عن حقيقة تواجد القوات الأمريكية هناك تواجد يعني أعتبر قوات في قواعد غير شرعية يعني غير موقع عليها رسميا التي هي تواجد القوات الأمريكية الآن في عين الأسد لربما هناك اتفاقات سرية السؤال هل تستطيع حكومة بغداد إخراج القوات الأمريكية في ظل هذا التنافس والتناحر الإقليم والدولي على المنطقة أنا أقول يعني ليس يعني هذا الحديد السابق لأواني يعني ما تستطيع له لن تستطيع ولن 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 تستطيع في هذه الفترة بالذات لماذا هناك مقولة في العلاقات الدولية دائما السياسة الداخلية هي انعكاس للسياسة الخارجية وهناك انقسام كبير في داخل العراق بشأن القوات الأمريكية هناك فرقاء سياسيين داخل المشهد السياسي العراقي يرحبون بهذا التواجد أعلنوها صراحة سكان المنطقة الغربية وسياسيهم يرحبون بهذا التواجد إقليم كردستان يرحب بهذا التواجد وعلى العرب الشيعة الأغلبية الحاكمة في العراق عليهم أن يكونوا أكثر عقلانية وأكثر روية في اختيار قرارات لا سيما وأن مستقبل الصراع على المنطقة يتحدد بمستقبل الحصار الأمريكي على إيران فإذا استطاعت إيران التغلب على المصاعب الاقتصادية ونجح مشروع التحالف الروسي الإيراني في المنطقة والعراق استوعب الدرس وأصبح بعيدا عن هذه المحاور لربما أقول سوف يعجد فيما بعد من سحاب القوات الأمريكية من العراق ولكن لا سامح الله لو حدث العكس ويعني لربما أخذت إيران باتفاقات سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لربما يحدث شيئا أنا أقول المرحلة المقبلة غامضة وشائكة ومعقدة نعم لكن أستاذ سعدي بس يعني دكتور أريد أساس سؤال كيف تنظر الدول الخارجية يعني لهذا التقارب بين سائرهم والفتح؟ والله أنا حقيقة لا حقيقة هناك ترحيب يعني ترحيب إيراني واضح يعني من خلال الأسابيع الماضية لم تبدي يعني إيران ملاحظات على هذا التقارب والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة لا يهمها هذا التقارب بقدر ما يهمها كيف تحقق مصالحها في العراق الكل يدعي بأنه مع استقرار العراق والكل يدعي بأنه مع حكومة عراقية قوية ولكن بذات الوقت كل لكن هذا التقارب بين سائرهم والفتح ما ممكن يضغط على مجلس النواب ويطلع قانون يخرج القوات الأمريكية؟ بطبيعة الحال إذا كانت الكتلتين لأنهم يعني كتلة نيابية ليست قليلة يعني أكثر من مئة نائب وبالتأكيد وأنا متأكد وعلى علم بأن هناك أيضا كتلة سياسية مع هذا التوجه مع إخراج القوات الأجنبية من العراق من الممكن أن تضغط على البرلمان إذا حققت أغلبية ولكن هناك للأسف الشديد يعني تأخذ القرارات في مجلس النواب بالتوافق السياسي أنا أقول وعلى يقين وعلى جراية بأن العرب والسنة ولا الأكراد يعني 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 والجنسيات ومدى الفائدة من هذه القطعات الموجودة على أرض كواقع حاليا العملية ليس مسألة عواطف ومسألة مشاعر هنا يرادلها في التأني وعقل نحن نعم طالبنا وهذا ما يتمنى كل مواطن عراقي هو إخراج كل القوات الأمريكية وغير الأمريكية من البلاد لكن حقيقة تحتاج إلى تفاهمات ويحتاج إلى تشاورات ما بين الرئاسة أنا دائما أقول الرئاسات الثلاثة عليها أن تجتمع وهي اللي تقرر ثم هذا ممكن أن يدخل إلى قبة البرلمان نعم لكن ملف مهم جدا طرحه سيد الحيبس يعني ملف خروج القوات الأمريكية هو هو خروج واني قادة أتكلم أتكلم عن الأمريكية وغير الأمريكية هي هاي كلها اجت ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي اللي تنص على طلب من الحكومة العراقية وفعلا تواجدت خلال مرحلة داعش وممكن إخراجها بطلب من الحكومة العراقية أيضا لكنه هذا مو يخص البرلمان بالدرجة الأساس نحن أصحاب القرار البرلمان نعم لكن لإلما نحتاج إلى الحكومة هي اللي مسؤولة والأخوان في الأجهزة الأمنية كوزارات وأجهزة أمنية هم المسؤولين عن أنه يبينونا نستفهم من عدهم شنو هاي القطعات مدى أهميتها مدى الفائدة منها شنو عملهم وشقد أعدادهم وإلا احنا نبعد بقبة البرلمان ورأسنا نصدر قرار أعتقد هذا ما موجود على جدواننا حاليا إذا ما نضع فدالية مناسبة وهل هاي الاتفاقيات ممكن أن نغيرها ممكن أن نحذف منها وشنو فائدة للبلد وشنو أضرارها قبل ما أنتقل لسيد المحبس حتى أختموا إياه شنو راح تعدنا كتلة سائقون والفتح بالأيام القليلة القادمة من المواطن البسيط بس وعد يكون يتطبق على أيضا الواقع والله إن شاء الله راح يت يعني احنا في مثل ما ذكرت زميل أكيد هي الملفات الرئيسية هي ملف الكابينة الوزارية الملف الأمني وهذا ذكرنا الملف الأمني أنا أعتقد أن راد لها تشاورات بين الرئاسات الثلاثة ثم الطرحة في قمة المواطن البسيط بالنسبة له هذا أم يهم المواطن المواطن الآن دايخ بالأمريكان والكامل الوزاري المواطن عنده مشاكل وهموم وموايا ملف الخدمات يعني ملف مهم وملف المحافظات حقيقة يحتاج إلى وقفة جادة من قبل شكرا يعني كثيرة من الملفات تذكرت التربوي والصحي شكرا جزيلا السادة أريد أحتموا إياك الوقت تجاوزنا عليه تفضل تفضل شئ سؤال بدون سؤال تعليق على كلام الدكتور الساعدي وأيضا تعليق على كلام السيد النائب فيما يتعلق بالقوات الأمريكية مثل ما تفضل الحاجهاد العامري الله يحفظه اليوم قال إحنا طلعناهم عام 2011 بتشريع برلماني طلعناهم من الباب رجعوا من الشباك أي بمعنى أنه رجعوا بدون أي طلب من الحكومة أو أي اتفاقية جديدة وإنما جاءوا بحجة داعش أنا أريد أسعى السؤال مهم جدا يعني كان الاجتماع مخصص ربما أغلب الاجتماع هو حول وجود أو التواجد الأمريكي هذا اللي فهموا من كلامكم لا هذا واحد من الملفات ولم ندخل في التفاصيل مثل ما تفضل اللجنة التي شكلت هي راح تدخل بالتفاصيل لكن أنا حبيت أقول لك هو أولاً ما عندنا اتفاقية مع أمريكا أو أي دولة أخرى تسمح لها بتواجد بري لقوات عسكرية في العراق ما عندنا أمريكا طلعنا هذا يسمح لزميني طلحها البرلمان العراقي عام 2011 وخلص ملاحظة أكدت بس خليكون أنا لأن الزميل أنا قاعد برياستر كان الجيش ومن لسان ريستر كان الجيش باعتباره هو الوزير وأكدت كل وسالة العلام خليط ما أن الشعب العراقي ما أكو أي قاعدة أمريكية عندنا بالعراق كل ما هناك تواجد قطعات كواقع حال أما أكو اتفاقية مثل ما أشاع البعض أنه اتفاقيات بعين الأسد أبد ما عندهم أي قاعدة لكن كواقع الحال هم موجودين ضمن إطار الاتفاقية وهذه الاتفاقية يجب طلبين عندنا يعني بس المشكلة يعني الوقت ما يسمح القضية الثانية لا بدقيقة غير حتى تكمل خلي كم اتفاقية الإطار استراتيجي أمو يتحججون بها والبعض هم ما فاهمها زين عمي اتفاقية الإطار استراتيجي أصبحت ميتة ومن قتلها الأمريكان نفسهم ليش؟ لأن محورها محورها يقول إذا تعرض العراق إذا خطر خارجي يحتل مناطق أو يهدد عملية ديمقراطية الأمريكان يدخنون لحماية العراق كملها كملها سقطا أربع محافظات كملها كملها وأمريكا ما شفنا من عدها شيء فضل استاذ دكتوري اختموا إياك دكتوري سعيد كمل البند فضل السعاد كمل البند هذا كلامك صحيح لكن أكو بند بها ملزم للطرفين بأن إذا تقدمت حكومة العراق بطلب رسمي لذلك شكرا إليك ولم تتقدم حكومة العراق بطلب رسمي خلاص إذن وهذا الكلام على لسان السيد العبادي قبل أربعة أيام مثل ملاحظة عني خلاص الكلام بالنهاية أنه التفاقية الإطار الستراتيجي مثل ما ذكر الدكتور والأخوان كلهم يعرفون هي إجت بطلب من الحكومة العراقية وانتهاءها من الحكومة العراقية بعد أن يستتب الوضع الأمني في البلد علينا أن لا يعني نلجأ إلى القوات المسلحة والأخوان المسؤولين في الملف الأمني هم يقررون نحتاج شكرا جزيلا بالختام أشكر ضيوفي كلمتي للكتل السياسية الكبيرة أريد نشوف تطبيقات لتصريحاتكم على أرض الواقع والله هذه أمنية مو فقط اجتماعات وعود نتمنى كل اجتماعاتكم تكون إيجابية لخدمة الواطن أشوك تحس المواطن بتحسين الخدمات أريد خدمات إيش وقت تشرع القوانين اللي تهم الفقراء إيه الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام بعد ثلاثة شر راح يصير عمر مجلس النواب سنة سنة والله سنة ولهذا ما شفنا منهم أي خطوة تخلينا نحس أكو تغيير أنا أقصد للفقرة والأيتام والمحتاجين أما حكومتنا صار لها أكثر من أربعة شر وما شفنا غير رفع الصبات أما غير هذا فكل وعود السيد رئيس الوزراء خلال المئت يوم ما تحققت والله والشعب ينتظر منكم وهوايا تصبحون على وطن عامل في أمان الله